موسيقى السلام عليكم بناتي ناركم مبارك نتمنى تكون بخير ويلقاكم الفيديو دياللي في احسن الاحوال اليوم جيت نشارك معكم تحميص الكوكاو على طريقتي وطريقة احترافية باش يجيكم الكوكاو ديالكم مذهب كما تلاحظو على بركة الله نصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام هدي ناخدو الكوكاو اللي كانستعملوه بلاقشرة كما تلاحظو هذا ماشي ذاك الغليد اللي غليد بزاف هذا المتوسط الحجم أنا كانستعمل هذا في الطلبية ديالي كيكون احسن وافضل ناخدو اي كمية هدي نحتاجوها أنا استعملت شاركتكم في هاد الكيمية القليلة نستعمل كمية كثيرة اللي كان نحمصها دفعة واحدة أول شي ناخدو الماء بارد يعني من الحنفية او من الصنبور وكان نغسلو الكوكاو ديالنا مزيان مزيان أنا خديت اه صاشي مغلوقة يعني مسدودة وبالرغم من ذلك كما ديتلاحظو اللون ديال الكوكاو اه تغير نهائيا لانك يكون فيه اه اه اوساخ على الاقل نعملو هاد طريقة باش نه نتخلصوا من البعض منها لغير كتلاحظو اللون ديالو تغير نهائيا كان ننكرروا العملية مرة ثانية وفاد الفترة كان ديرو شوية ديال الملحة الملحة كتتكسرنا ديال الحلوة ديالنا كان نغسلوه مزيان وكان نصفيوه بنفس الطريقة اللي صفينا به المرة الاولى كان خليوه يستقطر ولكن ماشي مدة طويلة بعض الدقائق لغير باش يه يتخلص من الماء الزائد كما لاحتو اللون ديال الماء باقي باقي فيه الاوساخ على ايين احنا تخلصنا من البعض على الاقل من البعض هدي ناخدو لطا ديالنا ونسرحو فيها الكوكاو اللي هدي نحمصوه الذي نستعملوه في الحلويات ديالنا هدي نسرحوه مزيان انا نحمص الكوكاو من كنكون طيب الصابلي ديالي باش نختصر الوقت على حسب الطلابيات اللي كيكونو عندي ندين نوضعوه في الفورن النار كتكون فوق الكوكاو هو تحت والنار فوق منه ومرة على مرة كان نحركو الكوكاو ديالنا حتى كيتحمص وياخد اللون ديالو دهابي كيما ديتلاحظو اللون كيكون موحد وكتكون الحبة ديال الكوكاو ومحمصها من الداخل ومن الخارج وكي يتحمص بسرعة ما كياخدش الوقت حتى مين كان نهرمشو كيما لاحظو اللون ديالو دهابي وموحد نتمنى نكون فتكون فهالطريقة ديالي اللي كانت تعملها مع الكوكاو واللي كانت تخدموه في الطلبيات ديالي ونتمنى تجربوها وتستعملوها حتى انتم ما في هاد هاد العيد وتحضرو بها الحلويات ديالكم في امان الله وفي حفظ